معا بينهما على خير وأن يرزقهما الذرية الصالحة أولا اعلموا أن الإسلام يقوم على أصلين عظيمين الدين دا عنده أصلين أهم أصلين فيه الأصل الأول هو توحيد الله عز وجل وهو السبب الذي من أجله خلق الجن والإنس قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يضعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد وما حق العباد على الله مطلوبة مننا هي توحيد الله عز وجل وهو إخلاص الله بالعبادة تعبد الله براه باقتصار شديد دعيت تدعو الله براه الصلاة لله وحده لا شريك له توكل على الله وحده لا شريك له لكن أخوانا الزمن ده لو لاحظته في شريك تقيل والمصيبة إنه الشريك ده شغال بإسم الدين وبإسم الولاية والصلاح تلقى ناس كتار يدعو غير الله في الشدايت يقول لك يا البادراب أبقو قراب يا رجال العلفون الأسرع من التلفون ويا واتبدر من الفقر راق ده الكلام ده وربنا يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا في ناس بيتفقوا معنا يقول لنا والله كلامكم صحيح في شريك كتير وفي ناس بينادوا غير الله لكن يقول لك ده ليس الشيوخ الكبار ده للحيران الحيران هم اللي بيقولوا الحاجات دي لكن الشيوخ الكبار فهمين وكده وكلام جيدا لا ده غلط الأساس من الشيوخ الكبار زاتهم هم اللعلموا الحيران يدعو غير الله واضرب لك مثال كتاب رياضة الجنة ونور الدجنة والمدحد الحمد لله السوداني أكاد كله بعرفة صفحة 119 البرع ده نسألهم سؤال شيخ كبير ولا شيخ صغير شيخ كبير وأخواننا الدين ده لابد فوق من الوضوح حيشان الشغل تمشي ربنا قال وما عليك إلا البلاغ المبين البلاغ الواضح حيشان كده إبراهيم عليه السلام قال لي يا أبو شنو قال لي قال لي إني أراك وقومك في ضلال مبين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزراء أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين يعني ضلال واضح نسأله سؤال البلع ده شيخ كبير والأحوار بيقول لك البلع ده شيخ كبير وألف كتب وعنده شعر أها قال شنو قال الناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل قضب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبديل قال ليونك نزلت في البلد مصيبة المؤمن بيلجأ لله عز وجل عشان ربنا يفك الكربة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله دقال ليه إن نزلت في البلد مصيبة قال لي تنادي ولأ الله إسماعيل ما تنادي الله عشان أوريك إنه الشغل دي ما الحيران لا دي للمعلمين الكبار علموهن إنه ندعو غير الله والبرع ذاته شيخ كبير جدا عندهم دا لما نجات الحصوى بدل ما يدعو الله دا عبو التاية قال هيا عبو التاية وحامي دب عصايا زيل الحصايا وامراد كلايا بعد ذاك الجماعة ديل ونحن لابد نديك النصيحة والله لابندعوك ليه حزب ولا بندعوك ليه جماعة ولا عندنا حزب ولا عندنا جماعة ومن هنا دي ما في زولي أنتمل ليه حزب ولا ليه جماعة أي زول داري أنجو علو بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة اتكد خلاص مسكت الطريق المستقيم لأن ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما يعني طريقي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الآية لما نزلت النبي صلى الله عليه وسلم خط على الأرض خط مستقيم عديل دقري دا طريق الله طريق الله دقري ما فوق لولوة ما فوق أي لغبة خط طريق مستقيم قال هذا سبيل الله وخط على جانبي الخط خطوطا معوجة طرق ما لولوة قال هذه السبل أي الطرق على رأس كل طريق شيطان يدعو له عشان كده لما تأتي تسألهم بيقول ليك أبوي الشيخ قال ما بقول ليك الله قال ولا بقول ليك الرسول قال لكن زول الحق ما بيديك كلام من عنده بيقول ليك الله قال والرسول قال طيب النازل بيدعو علم الغيب يقول لك كان عندك حاجة راحة منك أمشي للشيخ الفلاني خليه حوطه ليك والشيخ دا بيجيب الرايحة والشيخ دا بيعلمل في القلب شيخ إن جلس اعلمل في قلب وسوس ومدح المرغني قال لهن أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا قال لهن أنا الجليس على عرش الرحمن وأحط بالغيب تفصيل وإجمال كمان وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون طيب يا أخوان النازل عرفناهم إنهم ناس فاكين الطريق المستغيم وبيعبدوا غير الله ودعا غير الله عز وجل دا شرك بالله كفر بالله عز وجل طيب نحن نازل نصرف معهم كيف ندعم المعاون كيف تدعم المعاون تدعوهم إلى الله عز وجل بالطريقة الواضحة لأنه في ناز عندهم دقون بينتموا لي جماعات ولأحزاب ونحن بنوريك لا تنتمي لي حزب ولا لي جماعة تكون زل حر عليك بالدليل أيوة تكون مسلم تتبع الكتاب والسنة بفهم السلف فهم السلف هم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الجماعة ديل تلقاهم يتلولوا خلي يتلولوا تلقاهم يمشوا الصوفية ذاتهم البيدعوا غير الله ديلة الطواغيت البيأمر الناس إنهم يدعوا غير الله ويعبدوا غير الله تلقاهم ما شم معهم لو عندهم زول مات امشوا يعزوا فيه اجيبوهن يكرموهن اجيبوهن في مركزنا العام يكرموهن يدون هدايا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من آوى محدثة والمحدث المبتدع البنت ملالي طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم زي الجماعة الطيبين ديل فعليك بالكتاب والسنة بفهم السلف وأما الأصل الثاني فهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداء في الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجس عليك بالسنة دار تنجو ودار تلزم الطريق المستغيم ودعي ربنا يرحمك بعد ما تموت ويدخلك الجنة عليك بالتوحيد زي ما قلنا ما تعبد الله الله دار تدعو تدعو الله براه تتوكل على الله عز وجل وحده لا شريك له بعد ذاك تاني تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وما تبتدع في دين الله عز وجل ولا تتابع طريقة ولا تتابع جماعة ولا غير من الجماعات وجزاكم الله خير